ساعة هذه ممكن تأكل أكلات ضمن سعراتك الحرارية ضمن سعراتك الحرارية مش أنت فرحان أنك أنت مفطر تأكل 5000 سعرات حرارية لا ستأخذ 1500 سعرات حرارية علشان تضمن أنك أنت تحرق بدل الحرق حرقين ما شاء الله دبل الحرق و12 ساعة صيام ورح أقول لك خلال الصيام وش الأكلات اللي أنت ممكن تأكلها هذا بالنسبة للمبتدئين لما تعمل الدايت لأول مرة الروح للنوع الثاني أو النوع الأشهر والأمثل والكثير منك يستخدموه بشكل دائم وهو عبارة عن نوع 16 ثمانية 16 ساعة صيام و8 ساعات إفطار وهذا النوع معتدل وهذا النوع للناس المتوسطة بمعنى الثمان ساعات اللي إحنا مفصولين فيها نأكل برضو خلال السعرات الحرية اللي إحنا محتاجينها 1500 سعرات حرية لو كثرت السعرات الحرية كأنك ما استفدت لكن لابد أنك أنت تلزم خلال الصيام 16 ساعة بالأكلات الأشياء اللي أنا أقول لك ممنوعة ومسموحة لك في هذا التوقيت وإنتوا قلونا أي نوع من الأنواع اللي إنتوا هتمشوا عليه هنا رح نتكلم عن الأيام عندنا سبع أيام في الأسبوع يومين في الأسبوع وخمس أيام يومين في الأسبوع رح يكون عندنا السعرات الحرية عبارة عن سعرات مقلصة 500 سعرات حرية والخمسة أيام الثانية عبارة عن 1200 إلى 1500 سعرات حرية أو سعرات حرية اللي إحنا محتاجينها بمعنى ممكن أنت تعمل اثنين وخميس 500 سعرات حرية وباقي الأيام تكون 1200 إلى 1500 سعرات حرية الأهم في هذا الموضوع أنك أنت ما تكرر اليومين وربعة سعرات حرية مخفضة لكي لا يصير عندك هبوط في السكر هبوط في الضغط مشاكل صحية لا قدر الله وإحنا محتاجينك تكمل معنا مغامرة 300 جرام علشان تفعلوا معنا هاشتاك وتقولوا لنا أنتوا في أي مرحلة وصلتوا الروح للي هنا مرحلة الوحش مرحلة أنا وصلت لها الحمد لله ما شاء الله تبارك الله وانتوا يقولوا لو وصلتوا لها ولا لا هذه المرحلة ليس لأسخاص المبتداء ولا الأشخاص المتوسطة هذه المرحلة اللي عندهم ثبات في الوزن ممكن يستخدموها اللي عندهم حبين ينحفوا بسرعة وجسمهم قوي وصحيتهم سليمة ممكن يستخدموها اللي هي أربع ساعات إفطار وعشرين ساعة صوم يعني كإنك توكل وجبة وحدة والباقي كله صيام هذه بكرر هذه الأشخاص السليمة الأصحاء علشان ليس لعندك خبوط أو مشاكل أو فقر في الدم أو دوخة لا قدر الله هذه بعد شهر بعد ما يكون الجسم تعود على الصيام وتعود على تقليل السعرات الحرية تروح مرحلة الوحش وصلتوها ولا ما وصلتوها هذه مهمة جدا ونيتجي كمان لآخر نوع وهو النوع اللي فيه الأجل سبحان الله اللي احنا فيه كمان اللي هو الصوم الإسلامي أو صوم رمضان وهذه مهمة جدا جدا يعني احنا سبحان الله في ديننا موجود عندنا الصيام المتقطع من زمان اللي هو الصيام الإسلامي احنا بنصوم ساعات كثيرة و بنفطر على ساعات قليلة وهذا بالتالي يعني احنا سبحان الله أغلب أنواع الرجيم وأغلب الأشياء اللي متكلم فيها بالتغذية هي مذكورة في القرآن فبالتالي أشياء كثيرة قاعدين نحنا نستنبطها من القرآن والأحاديث الصيام الإسلامي تكسفي أجر الدنيا وأجر آخرها ودائما تقولوا ادعوا يا رب نحفنا بدون مرض يا رب قوينا يا رب ساعدنا هذا المهم جدا والمعلومة المهمة جدا في هذه الأيام الفضيلة أنه حتى صلاوات الترويح وحتى التهجد والصلاوات بشكل عام هي عبارة عن كمان تحلق سعرات حرية فبالتالي التزموا في هذه الصلاوات عشان أجر الدنيا وعشان أجر الآخرة آخر